شباب يعرف واحد اللي يروح حتى الكندا يروح باش يستقر فهذاك لي رح يقول لي رح يكون غريب يعاود يقول لي للجزائر وربما سألوكم هذا السؤال علش عاو ترجعت وبلتوا انتم معه فكتعرف كيفاش يعني في المجتمع التعني يجي قلق وجدير فأنا حبيت نقول باللي أنا شخصيا على كل حال أنا كان عندي هذك الامباكت يعني كيفاش الخاصية تعين نقدر نكون في الكندا وننجح وكتلا باس على روحي كما نقوله ولكن ما كانش عندي هذك نفس الامباكت لتماك كنت ندير عمل كنت ينفع المجتمع الكندا بسرح ماشي كيف 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 تدير عمل وينفع ملايين الجزائريين في بلاد انتمائك هنا الهويتك حس تحس فرق كبير وهذي قاع الشباب نظن اللي راح حتى ولو راح حراغة يحس لها يحس يعني يعرف بلي وكان ينفع حاجة في بلاد ويحس يحس هذك كيفاش نقوله ساتيسفاكش هذك ماشي كيف كيف أنا هدفي ما يخص شعور تاعي فقلت لك كيف دينا ياسير كانت بهذا المنطلق في الأول قال وشنه هو الدور تاعنا صح أنا تكلموا على الدولة عندها دور كبير باش تأسس هذي البيئة باش الشباب ينجح بصح حتى الشباب ولا حتى المواطن في حد داته عنده دور كبير باش يدير البصمة تاعه باش يدير يجيب يتحرك يعني يجيب هذيك رغم كل إشغالات يتحرك نحن كي بدينا جاءت من هذا المنطلق وماشي حاجة سهلة بكي ما تكونش بيئة أنا اليوم نقول للشباب كامل كينا نهضر معهم وقلوا لي على الشركة الناشئة كيفاش نديرو نقول لهم باش تأسس شركة ناشئة مكاش حاجة أصعب من تأسيس شركة ناشئة في الدنيا بل كمشروع الواعر كامل كي تزيد ديرو في الزاير زيد أضرب بعشرة يعني الصعوبة تاحة ولكن كي تحقق حتى ولا تحقق حاجة صغيرة يعني مرحلة صغيرة تقول لك يعني يعني درت كيفاش نقول زدت مساهمة تاعي يقولوا كان تكون صغيرة ولكن لظاله اغتاحها يعني انت تعرف اللي فورلي درته لظاله اغتاحها يعني القيمة تاها تكون كبيرة فهذا هو يعني صعوبات في كل مجالات كيلي شوف صعوبات في المشاكل البروقراطية في المشاكل المالية الإمكانية المالية أنا أقول هنا دور تاع الروح المقاول تاع المؤسس لازم يتجاوز هذه راح يكون عندك صعوبات يهتضحيا فيها كل你 صعوبات وصعوبات وهلك كلما تزيد تدنى كلما الصعوبات يكبروا كلما تزيد خطوة الصعوبات يزيدوا يكبروا وانتا كمقاول لازم تتجاوزهم فكين صعوبات قلتلك بيروقراطية كين صعوبات بيروقراطية باكوما سهلين باش نتفهم يعني توالفهم وتعرف كيفاش تتعامل معهم الصعوبات المالية صح يعني شاباب يكون ما عندوش مال كبير صح راح في الأول لكن تحدي هو موجود هنا حتي يشك بصح باش يروح نجيب كما يصير اليوم جبنا 150 مليون من عند مستثمرين أجانب 150 مليون دولار من عند مستثمرين أجانب فهذاك ما شي سهل وما يعطيهون لك شغل ذاك يعني يقول لك فيه تقييم للسوق برهان لي وش درت ممكانياتك وفي الأول باش تبرهان هاداك شي راح تجبد من مصروفك يعني ما تقدرش تروح لواحد تقوله عندي فكرة هاكذا عندي فكرة ورح تمشي ما تقدرش لازم تقوله هاي الفكرة باي مشات أنا صرفت في المالي الشخصي باش حققتها ها وش درت ها وين لحقت ها من الأرقام وهي ليك الأهداف تاعي منه العام الجاي عامين حتى التلت سنين فهو يشوف راح المستطمر راح يستطمر أولا وأنا نقولها للشباب هادي يعني كيفش نقوله وميصاج المستطمر في الشركات الناشئة حتى في الخارج يستطمر في المؤسس في الشخصية بتاعه ما نشي في الفكرة بتاعه 80% يستطمر في الشخصية بتاعه بلي هاد الإنسان على باله وش حبي يدير على باله وين حبي يروح وعنده هذيك العازيمة باش يلحق له فالتماك يستطمر فيه ومن بعد الفكرة جي من بعد سيشوف بلي صح فكرة مليحة وقادرة تلحق الأهداف فكين صعوبات في قتلك مالية بيروقراطية كين صعوبات حتى في الفكرة وهذه هي اللي صعبة في الفكرة تاع الطاقم هذا اللولاني ليبدأ الشاركة كين المؤسسين وكين المهندسين اللولين كين لازم هذي الناس يكونوا عندهم نفس النظرة لازم يتربعوا على نفس النظرة على نفس الأهداف باش تكون هذيك التفاهم خطر أكثر الشركات الناشئة تصيبها تلاشات وعليش لأنه شغل فشل بين عدم الانسيجام فريق العمل ايه عدم الانسيجام بين الأفراد واحد حبي يروح في هذا الاتجاه الأخر منه وما تفاهموش ونساوه الهدف الأسماع فتتفرق وهذا وش صعيب هنا عبير نقول لنا هذه الروح المقاول مهمة هي أساسية